إثر التواصل الانتشار جائحة كوفيد في البلاد ولمجابهة تدعياتها الاقتصادية تم تعبئة موارد مالية إضافية بقيمة 400 مليون دينار لدعم آلية ضمان قروض المساندة لفائدة المؤسسات المتضررة من الجائحة آلية لقات اهتمام من قبل التعاوض الألماني وتوصلت بدعم بحوالي 25 مليون أورو من البنك التنمية الألماني لكايف دو بل في هذا يمكن الآلية بشتحص على مبلغ 80 مليون دينار تونسي وهذا ما يمكننا بشتضمنه في 400 مليون دينار قروض بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ولتتمكن المؤسسات المتضررة من الانتفاع بآلية ضمان القروض الإضافية تم فتح بب التسجيل الإلكتروني لفائدتها إلى غاية ستجوان القادمة المؤسسات المتضررة تقوم بإداع مطالب عبر منصة رقمية المنصة هي أنتروبريز.فينانس.غوف.تين تقوم بإداع المطالب مصحوبة بتقرير مراقب حسابات الفريق الفني بالإدارة العامة للأداءات يقوم بدراسة المطالب هذه ثم شروط لقبول هذه المطالب الشروط مصص عليها بالقانون أهمها أن المؤسسات تكون سويت وضعياتها الجبائية إلى موفى فيفري 2020 بالنسبة للمؤسسات هذه يجب أن تستجيب للشروط التالية تراجع في رقم المعاملات 2019 مقابل 2020 بسبب 25% مارس 19 مارس 20 وإلا أبريل 19 ولا أبريل 20 بنسبة 40% الشرط الثاني هو ما تكونش محل إجراءات جماعية الاستخلاص الشرط الثالث هو ما يزمها تلتزم بين ظفرين أنها تحافظ على مواطن الشغل الموجودة وعند توفر الشروط المطلوبة للمؤسسات المتضللة التي تقدمت بمتالب عبر المنصة الرقمية يقع مدها بجزيدة الأهلية التي تخول لها الحصول على تمويلات بنكية في شكل قروض وبضمان من الدولة فيما منظومة ما بين وزارة المالية وشركة تنسي للضمانات سوتوغار والبنوك من خلالها فيما إيوميني بلاتفور ما نها يدخل البنوك ويشوفوا قائمة المؤسسات المتضرة والتي تلبط ضمان الدولة بحكم أن المؤسسات البنكية تحصلت على تفويض من قبل شركة تنسي للضمان وتتجه مباشرة للمؤسسات التمويل التي هي البنوك بملف معناتها جدي فيه الإثباتات وفيه الوثائق اللازمة باش نجب تتحصل على الأقل قرض التي طلبتها آلية ضمان قرض المساندة لفائدة المؤسسات المتضلرة التي تتواصل أجل منحها إلى موفى سنة الحالية ستكون مرافقة بإجراءات جبائية أخرى لفائدة المؤسسات المنتفعة بهذه الآلية منها تيسير خلاص الديون الجبائية المؤسسات هذه ليست انتفعها ولأول مرة بجدولة ميسرة جدا على تصل إلى سبع سنوات يزمها تنخرط أقصى تقدير يزمها نعمل منها يوندات اللي هي 30 جوان وتقوم بخلاص قصة واحد وتدعو الشركة التونسية للضمان المؤسسات المتضلرة من جائحة كورونا التي لم يتسنى لها الحصول على جذاذة الأهلية خلال الفترة السابقة تدعوها إلى التسجيل مجددا في هذه الآلية مع التدقيق في المعطيات والوثائق المطلوبة